موسيقى نشاط أخبار يا رياضة نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم انتهت قمة الجولة التاسعة من الدور الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وضيفه أرسنال بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في دربي لندن الذي احتضنه ملعب ستانفورد بري جمسية السبت تعدل مثير جعل رصيد تشيلسي يصل إلى 12 نقطة في المرتبة العشرة فيما رفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق الهداف عن المتصدر مونشستر سيتي والذي حقق بدوره الأهم حين فاز على بريطون بثنائية مقابل هدف وحيد نعم خسرت نقطتين لأننا لم نستقبل الهدف الأول حتى الدقيقة السابعة والسبين أعتقد أن المباراة كانت تحت السيطرة أرسنال فريق مذهل كان يقاتل الموسم الماضي من أجل لقب الدوري تحسن كثيرا مع بعض اللاعبين نعم أشعر بخيبة أمل لأننا أهدرنا نقطتين لقد استقبلنا هدفين وسجلنا هدفين أعتقد أن الخطأ الذي حدث هو كيفية دخول المباراة لم نلعب بشكل جيد كنا نحرك الكرة فقط دون تهديد حقيقي في الشوط الثاني أصبحت المباراة مختلفة لقد أصبحنا أفضل بكثير على الرغم من تلقين الهدف الثاني الطريقة التي رد بها الفريق كانت رائعة بعد التعادل بهدفين لمثلهما هذا هو الإيجابي في إسبانيا سقط ريال مادريد في فخ التعادل بهدف لمثله أمام مضيف إيشبيليا في لقاء الجولة العاشرة من الدور الإسباني سهرة السبت ووضع إيشبيليا حدا لسلسلة انتصارات النادي الملكي التي بلغت ثلاث انتصارات متتالية محليا قبل أسبوع واحد عن الكلاسيكو المرتقب ووصل ريال إلى رصيد خمس وعشرين نقطة في الصدارة من عشر مباريات بفرق ثلاث نقاط عن مفاجأة الموسم جيرونا الذي يستعد بدوره لاستضافة ألميريا مساء اليوم فيما سيكون برشلون على موعد مع مباراة أتليتيكو بيلباو خلال السهرة خاصنا لقد كانت مباراة متكافئة للغاية أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الأول مقارنة بالشوط الثاني لم نستغل الفرص التي صنعناها ولعب إيشبيليا بشكل جيد النقطة في نظري مستحقة لكل الجانبين يمكن أن يحدث هذا هنا في ملعب مثل ملعب إيشبيليا هذا كل شيء وإلى ألمانيا إذن أين وصل المهاجم الإنجليزي أريكين تألقه في الدور الألماني وقاد فريقه إذن باين ميونيخ للعودة بفوز ثمين خارج أرضه على حساب ماينز بثلاثية لهدف واحد صارت السبت برسم الجولة الثامنة من البوندسليغا وسجل كومان الهدف الأول في الدقيقة الحادية عشرة قبل أن يضيف أريكين الثاني بعد خمس دقائق فيما قلص ساسيلي ماينز قبل نهاية المرحلة الأولى إلا أن لعب خط الوسط كوريتسكا سجل الهدف الثالث عند دقيقة التاسعة والخمسين ليرفع نادي البفاري رصيده إلى النقطة العشرين في المركز الثالث فيما تتواصل معاناة ماينز بنقطتين في المركز السابع عشر فرق أسطورة مونتشستر يونيتد ومنتخب إنجلترا السابق ستير روبرت بوبيت شارلتون الحياة عن عمر يناهز ستة وثمانين عاما السبت وأعلن نادي شياطين الحمر عن ذلك في بيان رسمي وصفه خلاله بأنه أحد أعظم لعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ النادي وظهر بوبيت شارلتون في سبعمائة وثمانين وخمسين مباراة مع مونتشستر يونيتد سجل خلالها مائتين وتسعة وأربعين هدفا وعلى صعيد المنتخب لعب مائة وستة مباريات سجل فيها تسعة وأربعين هدفا كما فاز بكأس العالم في العام ستة وستين من القرن الماضي وهو العام الذي فاز فيه شارلتون بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لعب في العالم تتواصلوا التحامل الفرنسي على النجم السابق لمنتهب ديوك كريم بنزيمة الذي عبر عن تضامنه مع فلسطين في ظل العدوان الصهيوني الوحشي على غزة منشور لعب اتحاد جدة السعودي تحول إلى جريمة ووصل الأمر إلى مطالبة مجلس الشيوخ بتجريده من الجنسية الفرنسية وإلغاء تتويجه بالكرة الذهبية لسنة 2022 حملة التذيق على نجوم كرة القدم العالمية ومنعهم من التضامن مع الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال متواصلة بعد الزلزال الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة يستعملها المشاهير للتنديد ولفضح جرائم الاحتلال الصهيوني منشورات ومواقف تعاطف عديدة أبداها اللاعبون كل بطريقته الخاصة كشفت الواقع وعرت حقيقة التعامل بمعايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بفلسطين كريم بنزيمة آخر ضحايا الاتهامات الملفقة ظلما وكذبا في فرنسا بعد أن تحول منشوره الداعم لسكان غزة إلى جريمة يعاقب عليها القانون بعد أن تهم لاعب الديكة الفرنسية سابقا بالإشادة بالإرهاب من قبل عدة شخصيات سياسية بارزة يقودها وزير الداخلية جيراد درما بالإضافة إلى مطالب مجلس الشيوخ التي وصلت حد تجريده من الجنسية الفرنسية وإلغاء تتويجه بالكرة الذهبية لسنة 2022 لقد طلبت تفاصيل أكثر حول قضية بنزيمة وعلاقته مع الإرهاب في حال توفرت معلومات دقيقة وثبت الأمر يمكننا متابعته قضائيا لتجريده من الجنسية الفرنسية أو تغيير جنسيته إن العلاقة مع الإرهاب خطيرة جدا أعتقد أنه يجب الذهاب بعيدا ولا يمكن الاكتفاء فقط ببيان أو تصريحات معينة تعد صارخ على الحرية الشخصية لنجم ريال مادريد الإسباني سابقا واللاعب الحالي للاتحاد السعودي بل هو تجاوز خطير وغير مسبوق لللاعب الذي دافع عن ألوان فرنسا في 97 مباراة دولية سجل خلالها 37 هدفا كاملا لم يذكر الفرنسيون عن ذاك كابدا أن اللاعب ذو أصول جزائرية لكن وبقدرة قادر أضحى اللاعب غير فرنسي ولا يستحق الجنسية واقع مرير يبرهن عنصرية المقيتة المنتهجة وفضحت سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية الراهنة ما أبيح لأوكرانيا منع على فلسطين نجح منتخب جنوب إفريقيا في تاهل لنهاء منديال الريكبي بصعوبة بالغة بعد تجاوزه عقبة المنتخب الإنجليزي وأنها منتخب البفانا اللقاء بواقع 16 نقطة مقابل 15 لواصل بذلك حملة الدفاع عن لقبه الذي ناله في النسخة الماضية سنة 2019 في اليابان وسيلاقي المنتخب الجنوب إفريقي نظيره نيوزيراندي في نهاء فض الشراكة حيث سيتوج أحدهما بكأس العالم للريكبي للمرة الرابعة وهو رقم قياسي في هذه اللعبة كانت مباراة صعبة إنجلترا لعبت بشكل جيد لقد وضعنا تحت ضغط كبير أنا سعيد حقا لأننا تمكنا من العودة في اللقاء والتأهل إلى النهائي الذي جاء بتظافر جهود الجميع سأكون صريحا لقد سيطروا علينا في الشوط الأول لمدة تصل إلى 60 دقيقة كانوا في كل مكان لكن اللاعبين البودلاء قلبوا المباراة بأكمالها لصالحنا إنه جهد جماعي ونحن جميعا ندعم بعضنا بعضا نشعر بالحزن الشديد وخيبة الأمل لقد بدلنا الكثير من الجهد في المباراة ومن المحزن أن نفشل في تحقيقها التأهل فخور بما قدمناه في هذه البطولة وفخور بالفريق بأكمله وصولنا لنصف نهائي جاء بفضل جهود الجميع الآن علينا تقابل الهزيمة والتفكير فيما هو قادم في أخبار التنس تأهل الفرنسي أرثر فيسي لنهاي بطولة أوروبا المفتوحة المقامة ببلجيكا بعد فوزي السبت على اليوناني ستيفانوس تسيسيباس يضرب موعدا مع روسي أليكسندر بوبليك في النهاية أمسية اليوم المصنف بالمركز الثامن والثلاثين عالميا نجح في تحقيق المفاجأ أيضا خلال ساعتين بالفوز من خلال شوط كسر التعادل في المجموعتين بنتيجة سبعة ستة ثم سبعة خمسة وبعدها سبعة ستة وستة وسبعة أربعة ختام موعدنا رياضي مشاهدين على فضل مزيد من الأخبار تابعون عبر مختلف منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم اشتركوا في القناة